أو إلى ماذا تشير نمذجة رقمية نعم صباح الخير رضا صباح الخير مشاهدين بالفعل نهار اليوم أجواء مستقرة لكن إن شاء الله مشاهدين الأجواء الشتوية الرائعة الماطرة والثلوج الكثيفة رح تكون حاضرة بداية مع نهاية الأسبوع إن شاء الله يوم الجمعة وحتى يوم السبت المقبل رح تكون أمطار غزيرة كذلك ثلوج كثيفة على المرتفعات التي تراوح علوة ما بين 700 إلى 800 متر أغلب المرتفعات الداخلية الغربية الوسطى وكذلك الشرقية بالنسبة لنهار اليوم تستمر الأمطار إن شاء الله في التساقط على المناطق الشرقية وفي هذا الإطار قامت مصالح الأرصاد الجوية صباحة اليوم بإزدار تنبيه من الدرجة الأولى أكدت من خلالها على استمرار التساقط الأمطار الرعدية معتبرة إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء عبر كل من ولاية بيجايا جيجل سكيكدا عن نابة طارف قلمة وكذلك ولاية سقارس إن شاء الله يارب تكون أمطار خير الآن مشاهدين حشوفوا التوقعات خلال الساعة وكذلك الأيام القليلة المقبلة بداية من يوم غد الخميس ناظرة إلى غاية يوم السبت المقبل إن شاء الله الأجواء يوم غد كذلك كل نوعا ما شبه ربيعية تقص مستقرة عبر مختلف ولايات الوطن المناطق الشمالية وحتى على المناطق الجنوبية لكن إن شاء الله مع صباحة يوم الجمعة لحظة مشاهدين يدخل الإضطراب الجوي إلى المناطق الغربية يخصها بأمطار على كل من ولاية وهران سيد بلعباس غليزان شلف كذلك عن تيموشنت حتى على مدينة تيارت وعين وسارة نلاحظه في حد تساعة العشرة من صباحة يوم الجمعة تنتقل الأمطار إن شاء الله خلال الظاهرة للمناطق الوسطى ثم الشرقية وهذا يخص يوم الجمعة نمر إلى يوم السبت يوم السبت من مشاهدين أجواء شتوية أمطار غزيرة ثلوج كثيفة نلاحظه كما نلاحظه في الصورة نتابعه مع بعض نلاحظه اللون الأزرق والأخضر حاضر الحمد لله كما نلاحظه أجواء ماطرة مثلجة في نفس الوقت ستميز أغلب المناطق الغربية الوسطى والشقية على سبيل المثال سيد بلعباس غليزان شلف كذلك البوليدة الجزائر العاصمة تيبازا بومردس يزيوزو بجاية جي جي سكيك داعنابا سقهرس قسنطينا عن عين البيضة خنشرة بسا باتنا باريكا الجلفة سعيدة تيارة أفلو يعني أمطار عبر مختلف المناطق الشمالية للبلاد نشوفه كذلك الثلوج ومشاهدين المرتفعات الداخلية التي يتروح علوها ما بين 700 إلى 800 متر مرتفعات تيارة سعيدة كذلك مرتفعات مشرية أفلو جلفة مرتفعات المدية كذلك تيارة تيزيوزو إن شاء الله حتى على مرتفعات البوليدة مشاهدين ستكون ثلوج كفيفة عبر مختلف المرتفعات الداخلية للبلاد وهذا خاصة مع صباحة إلى ظهيرة يوم السبت المقبل إن شاء الله ستكون أمطار وثلوج خير درجات الحرارة المرتقبة بداية من يوم غادة الخميس إلى غاية يوم السبت إن شاء الله الأجواء الباردة والساقيعية ستتميز أغلب ولايات الوطن خلال فترة الصابحة وحتى الفترة الليلية ستسجن إن شاء الله ما بين حوالي صفر درجة إلى غاية خمس درجة فقط عبر مختلف المناطق الشمالية بالنسبة للمناطق الجنوبية ستكون ما بين أربع درجات إلى خمسناش درجة أما عن فترة الظهيرة كذلك الأجواء الباردة نبقى ديماً الحمد لله سجلوها عبر مختلف المناطق الداخلية خلال الظهيرة ستكون إن شاء الله ما بين تسعة درجات إلى عشر درجات بالنسبة لسوحل الوطنية ستسجن ما بين خمسناش إلى غاية عشرين درجة جنوب البلاد إن شاء الله ما بين حوالي خمسة وعشرين إلى ثلاثين درجة كأعلى مقياس مشاهدين أجواء شتوية رائعة في انتظارها مع نهاية الأسبوع أمطار غزيرة ثلوة كثيفة عبر مختلف المناطق الداخلية للبلاد ستكون حاضرة إن شاء الله يومي الجمعة والسبت المقبل على أقل تقدير بالنسبة للتوقعات طويلة المدى تشير على أن إن شاء الله تصمي الأمطار في التساقط إلى غاية يوم الأحد ليكون هناك استقرار مؤقت يوم الإثنين لتعود الأمطار أكثر غزارة أقول مع ثلوة كثيفة بداية من يوم الثلاثاء المقبل إلى غاية يوم نهاية الشهر إن شاء الله إن شاء الله يا رب تكون أمطار وثلوج خير بهذا مشاهدين أجواء صليطي ورقة حوال التقصي العودة الآن إلى رضا لاستكمال بقية أخبار إن شاء الله يا رب يا حسيبة يشفيك لأنه ظاهر عليك نزلة برد حسيبة طهورة إن شاء الله شكرك على كل هذه التفاصيل متعلقة شكرا